التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية تشاينا انيرجي وعدد من كبار قيادات الشركة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي أكد في مستهل اللقاء حرص مصر على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية وتطوير تعاونها مع شركات الصينية العاملة في مصر والتي يأتي في مقدمتها تشاينا انيرجي وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد على اهتمام مصر بتعزيز مستوى التنصيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها مؤكدا ترحيب مصر برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر خاصة المشروعات المرتبطة بالهايدروجين الأخضر وأشار الرئيس السيسي إلى حرص مصر على توطين الصناعات وتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة المحلية وكذا توفير فرص عمل جديدة في السوق المصرية من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة شاينا انيرجي التعاون القائم بين الجانبين مشيرا إلى أن مصر تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهايدروجين الأخضر ومؤكدا أن الشركة عزمة على الاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون المشترك بما يحقق مصالح الجانبين موسيقى